التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر التقى الفريق الديموكريتوس زيفراكس قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية حضر خلالها المرحلة الرئيسية لفعاليات التدريب المشترك ميدوزة 12 تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنجثة ومجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية المختلفة وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق العلاقات والروابط التاريخية لكل البلدين الصديقين مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية ما يحقق المصالح المشتركة لكل البلدين